برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي قامت به مصر بدعم من القيادة السياسية والشعب وضعها في الوقت الحالي في مصاف دول الأكثر نموا عالميا رغم جائحة كورونا فالكثير من مؤسسات التصنيف الإنمائية أشهدت ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتخذته مصر خلال السنوات الماضية استطاع القطع المصرفي المصري أن يلعب دوراً بارزاً في إنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي بالتعاون مع المؤسسات الدولية في مختلف القطعات لتحسين المؤشرات الاقتصادية ومواجهة التحديات وتحمل الصدمات الداخلية والخارجية مثل تداعيات فيروس كورونا في أحدث تقرير لها أكدت وكالة مودز للتصنيف الإنمائي النظرة المستقبلية مستقرة للقطاع المصرفي في مصر مشيرة إلى أن استمرار تدفق الاستثمارات في البنية التحتية والزيادة القوية بمعدلة الإنفاق ستعملان على دعم النمو الاقتصادي بينما تتيح مبادرات الشمول المالي فرصاً تجارية وافرة للبنوك وأشارت مودز إلى أن ازدهر الاقتصاد وتعميق الشمول المالي سيوفران فرصاً ضخمة لنمو محفظة القروض لدى البنوك بشكل سريع وخفض مخصصات خسائر القروض ولفت تقرير مودز إلى تعزيز احتياطات رأس المال للقطاع المصرفي متوقعاً استمرار قوة معدلات السيولة لدى البنوك هذا وتتجلى قوة ومتانة القطاع المصرفي المصري خلال عامي 2020 و2021 في تطبيق السياسة النقدية التيسرية التي أطلقها البنك المركزي المصري لمساندة القطاعات الاقتصادية في مواجهة التدعيات السلبية التي خلفتها جائحة كورونا ترجمة نانسي قنقر